اهلا بان كيز ازايكم عنيان حتى ارجعتكم فيديو جديد فيديو اليوم هنبدأ هدايا المخبز خاصة هدايا اللي بتطلع لما يقف على السجدة دي خير كده جمعان هنقول شوية اسرار و ازاي جبت القبعة التي شفته في الفيديو اللي فات و بس كده خلونا نبدأ خلونا نبدأ الاول بالسر بتاع القبعة في السر بتاع القبعة احنا نروح هنا المكان ده هنطلع برا و لو ملاحظين بس في الجزء ده اللي هو على شكل الكيك ده وهي على شكل مخبزات وكذا محطوطين هنا فنأخذ مثلا منها واحدة ونقعد هنا هنا في الكرسي اللي في النص ده مملاحظوا بقى اللي هيحصل هنختار الوضعية دي اللي هو بيكون على الوضعي اللي هي بتكون نايمة فدلوقتي هختارها شايفين واو شايفين اللي حصل ان القطة اكيدة البتلة اللي احنا كنا مسكينه جابت لنا الهدية دي هي دي بقى الهدية اللي فيها القبعة فدلوقتي هنفتح الهدية وراء لكم هي دي تشوف ديها طبعا في الفيديو اللي فاتوا وسألتوني جيبتها منين وهي دي بقى على شكل القطة وكذا بجد شكلها كيوت يعني وممكن نعمل نفس الحركة دي فهنمسك الهدية ده ونقعد برضه في نفس الكرسي اللي هو في النص ده وهنكرر نفس الحركة ونخلينا بقى نضغط الوضعية اللي هي بتكون نايمة واو شكله كيوت بجد هو بياخد الاكل كده مننا وياكلها بس هي دي الطريقة اللي اطلع لكم منها القبعة دي نسيب الطقية دي هنا ونلبس الطوق بتاعنا ده دلوقتي بقى نفتح الهدية اللي موجودة هنا في السجدة اللي ايه على شكل التوص يا اوه بما بنقف عليه بيطلع لنا هدية وكل يوم بيطلع لنا هدية بشكل مختلفة كل يوم بيطلع لنا هدية مختلفة فبدل ما نستنى كل يوم فهنجمعهم كلهم في يوم واحد فهوريكوا بقى الهدية اللي احنا هنجمعها اول حاج زي ما انتم عارفين بنقف على السجدة دي وبتطلع لنا هدية فبقى هنا علشان نشوف الهدية التانية التي يصل علينا وفقل يا الهدية التانية nee طبعا هنجمع هدية كتير وواعدين سنفتحAHو ودلوقتي الهدية الثالثة والهدية الربعة والهدية الخمسة والهدية الستة والهدية السبعة أصدوني كده كفية لنا الرقم و نجمعنا 15 هدية وممكن يكونوا متكررين فدلوقتي سنأخد كل الهدية دي ونفتحها في مكان واسع عهدية نفتح تنفعها الهدية دلوقتي هنشوف نمسك اول هدية ونشوف نتراها تكون ايه? اوووووو ده كوكيز ده بس هو شكله اللي هو يكون مثلا اه معفن او بقله فترة هوسله لونه اخضر كده نحطه علجنب ولا ناكله نسيبه كده علجنب الاول نسيب الهدية اللي احنا نفتحها كده علجنب وبعدين في الاخر نشوف اللي هتتاكل والهدية اللي نقدر نلبسها يعني هي ده اول هدية اللي طلعت لنا ونشوف بقى الهدية التانية نشوف من المف FE يوجد الملاب نعني الوضع نذاقف من الوضع لنعني القلب نظن في الوضع نقف موضوع لا نأكلها نحن نضعها على الجنب نرى الهدية رقم 5 طلع لنا قالب وصغير قليلا على شكل الوردة شكل اغلب الهداي اللي ستطلع لنا قالب ودلوقات الهدية رقم 6 طلع لنا الفنجان لا لا نشربه ونلبسه كما يكون طائية هاريكو دولاته نحن نلبسه سيفين شكل عمل ازاي بجد شكل جيد دعنا نلابسينه نرى الهدية رقم 7 ماهوه دولينا بذوب الكيوت ده شبه اللبس الى اللبس اللي احنا كنا اقبناه باللون البنافسجي وهو بجد شبه بعض هاجب الى اللبس عشان ارغبوه لكم لو انتم مشفتهش هنروح دلوقتي هنا مكان متاع لنا ونفضل نخلط هنا علشان قبل ما يطلع لنا البقعة بنمسحها ولكن لست مطلعت لنا البقعة فهنفضل نخلط كده اي مكونات مع بعض يعني احصل نحط القمح ده مع اي حاجة كده مع بعض ونفضل نخلط لنضغط البقعة نضغط البقعة نضغط البقعة نضغط مندل نضغط مندل واحد المنديل سنمسح بالبقعة سيظهر لنا الهدية والهدية ستكون فيها اللبس بلون الموف نفتحه دلوقتي قديم بقعة نضغط البقعة نضغط البقعة نظرة البقعة نضغط البقعة نضغط البقعة يقول أنه صغيرة الساقには الهدية شرع 1 فنصف كان هو ملحبا سوف نرى الهدية 9 ، وجه العدم غير جديد هي أغفل стала جدا أغفل حمل ن vess Union هي مثلا شكلها جميلة طبعا ويسك Row 10 وي khroson ولكن هذا على شكلها مثلا لعبة يعاني نقدر نمسكها نضعها هنا بردو وجد كلهم شكلهم كيوت والهدية اللي بعديها الهدية رقم 11 أوه طلع لنا القالب بردو وسع على شكل الدايرة ما عادش فاضل غير أربع هدايا دلوقتي نفتح الهدية اللي هي رقم 12 أوه قالب بردو بسع على شكل النجمة ودلوقتي نفتح الهدية رقم 13 أوه طلع لنا الكروسوندا بس الكروسوندا بقى المراد بنلبسه يعني احنا عندنا واحد كده بممسكه ومنلعب بشبه اللعبة يعني اللي هو شبه الدبدوب وكده وهي عقيت الثاني ده اللي بنلبسه الرأيكو بجده أشكالهم حلوة ما عادش فاضل غير هديتين الهدية رقم 14 أوه طلع لنا الدبدوب ده أوه شكله حلو دلوقتي بقى مع آخر هدية يطرى بقى هتطلع لنا ايه أوه طلع لنا القالب بردو وسع على شكل الفراشة هي دي الاشكال اللي احنا طلعناها بفكر اجيب كمان خمس هدايا ممكن تكون الهدايا الجاية مختلفة أو متكررين فدلوقتي يجيب كمان خمس هدايا ونشوف بقى يكون الهدايا شكله ما عملت زي كنت قلتلكم لنا هجمع خمس هدايا بس انا عنده فضول شوية فجمعت عشر بدا الخمسة دلوقتي بقى نفتحهم وتمنى ما يكونوش متكررين نفتح اول هدية واوو طلع بجد هدية جديدة طلع لنا التشوز ده بجد رأيكم شوف الهدية اللي بعديها طلع لانا الكيك ده أو الخبز كده بس سواء كده لونها غامق او شباه لون الاسود مع انه برضه بيتاكل يعني بس بس احنا طبعا مش هناكله ونحطه قده جمب الهدايا احنا طلعناها اوو نفس الهدايا اللي احنا أخدناها يعني هدايا هي متكرره احنا كده عندنا منها Sith الهدايا اللي بعديها اوو نفس الهدايا برضه توقعت برضه ان الهدايا تكون متكرره ولكن ما ليس مشكلة اخذنا الادين الفSPEAK اخذ我们ổ内 várias نعم فقط اخذ نفس الادين نفس الخبز ده أخذناها اخذنا التاني نعم فقط اخذنا قلب نبدأ على نفس و veramente اخذنا القلب هدين ش power نعم فقط هدين لن نعم ودلوقتي بقى اخر هدية طلعت برضو متكرر اخدنا منها قبل كده بس كده هيدي الهدايا كلها اللي احنا جمعناها من غير تكرار يعني اللي متكررين حطتهم برا بس كده اتمنى الهدايا تكون عجبتكم طبعا دي شوية من الاغراض بتاعة البيبي الجديد اللي احنا كنا عملنا جولة فيها بس كان في شوية حاجات كده كناش قلنا هي عبارة عن ايه وقت من استخدامها في ايه وكده بس انتو قلتولو في التعليقات بنستخدامهم في ايه وكده فهوريها لكم دلوقتي اول حاجة عندنا الخط دي احنا كنا طبعا وريتلكو قبل كده كنا نستخدمه في ايه اللي احنا كنا بناخد الابرة دي وبنطلع بقى الحاجات اللي هي الطاقية يعني بنعمل بقى حاجات زي الشكل ده بس ده طبعا للبيبي وكده يعني بنستخدمها عشان نعمل بقى القبعات دي وطبعا وريتلكو اشكالها كلها حتى لما كنا بنعمل الجولة في الاغراض دية المهم فاوريكو قبل الشكل الثاني اللي احنا مكننش عارفين نستخدمه في ايه اللي هو الشكل ده اللي انا فكرته سفنجة تقريبا يعني فالمهم اول ما بنسكو بيطلعينا الاشكال دي اللي تحت اللي هي على شكل الهدوم اللي هي اللبس اللي بتاع البيبي وكده عندنا اللبس ده ده اول لبس ونشوف اللبس التاني اللي هو اللبس ده اللي هو بللون الوردي وقيتش الكلوم كيوت جدا اللبس الثالث اللي هو ده لونه أخضر كده وده الرابع اللي هو اللون البرتقالي وهو باللون اللبني جيبت ده وهجرب بقى اللبس عليه اللي هو او اللبس ده اللي احنا عملناه. واو شوفー اللبس الثاني اللي هو باللون الورد واللبني. وده اللبس اللي أشكلهم كلهم كيوت يعني سأظن الأخضر من شكله حلو قوي يعني هو داعي على شكل خروف العيد ولا أنا بتخيل أظن مرسومة على خروف العيد أموم هي دي الهدوم اللي إحنا عملناها يعني المتاع دي اللي هي على شكل الصف هي دي اللي بنعمل بقى الهدوم الحاجة التانية برضو اللي أنا وريتها لكم قبل كده اللي هو الكرسي ده اللي هو الكرسي الهزاز ده أنا كنت بحط عليه البيبي بس ما كانش بتحرك يعني أنا كنت بوقف هنا وما كانش ما بيظهر ليش أي وضعية تحت عشان أقدر حرك الكرسي وكده بس بعدين لما وقفت في الناحية التانية اكتشافت اللي إحنا لأ ينفع فيه وضعيات وكده ونقدر نحرك الكرسي يعني المرة اللي فاتت كنت بقى قف في الجاهة دي فما كانش بيظهر وضعيات مفروض نقف في الجاهة دي اللي هي اليمين فبيظهر لنا الوضعيتين دول دي أول وضعية اللي نقدر نحرك بها الكرسي وكده وهي دي الوضعية الأولى نفضر بقى نهز الكورسي وكده عشان البابي ينام ودي الوضعية التانية وضعيتين بجد أحلى من بعض الحاجة التانية برضو اللي انتو قلتوا هليه في التعليقات ان الكتاب ده بنضغط عليه وبيتفتح زي الشكل ده هو ده شكله بعد ما تفتح يعني ده شكله كده في الأول ولم ما بنفتحه بيطلع الشكل ده الحاجة اللي بعديه بقلنا عرفتها منكم ان الكاميرا دي الأولى اللي بتطلع الصور هي دي الكاميرا مخصصة للتصوير وكده وبتطلع لنا الصور زي الشكل ده لكن الكاميرا التانية اللي انا فكرتها مثلا للتصوير أو حاجة هي زي ما انتو شايفين ان هي سبتة يعني بنحركها وكده سبتة زي ما هي بس اكتشفت ان الجهاز ده هو ده اللي بيحركها يعني زي ما تكون كاميرا مرقبة وكده الكاميرا دي اللي هي الصغيرة دي مرتبطة بالشاشة دي يعني اول ما بنحرك الكاميرا بنحطها مثلا عند البيبي بيظهر لنا شكل البيبي برضو هنا في الشاشة مثلا لو حطينا الكاميرا دي في حتة تانية مثلا نحطها هنا عند المسبح هيزهر لنا في الشاشة دي زي ما انتو شايفين المسبح ظاهر هنا يعزم تكون كاميرا مرقبة وكده ممكن يعني نحط مثلا الكاميرا دي هنا ونشوف بقى الطفل هل يترى بيعيط ولا لأ يعني الكاميرا دي الصغيرة اللي بتورينا بقى الطفل مثلا بيعيط ولا لأ وكده وحنا عادين في مكاننا كده ظاهر شكل البيبي هنا في الشاشة دي لون تبلاحظين فباختصار يعني ان الكاميرا دي والشاشة بيستخدموها يعني اذا متكون كاميرا مراقبة او بنشوف بقى الطفل مسلا بيعيط ولا لا يعني بنثبت الكاميرا في اي حتى اللي احنا عايزينها وبناخد بقى التابلت في اي حتى ممكن نتلع فوق نروح عند المسبح وكده يعني ويعتبر بقى اخر حاجة معانا اللي هي البيبرونة دي كنت الاول بشارة بالطفل كده البيبرونة دي بس اكتشفت ان هي فاضية ويتصالى على المفروض نحطه هنا في البيبرونة كده ويقتمالت كده معانا NegroHoddè ويقدر نشرب منها يعني مثلا عندنا البيبرونة الذانية دي برضو فاضية المفروض نضغط علي العلبة دي هتطلع لنا هيطلع لنا البودرة دي بتاع اللبن المفروض دي بقى بنحطها في البيبرونة دي بس كده و أيه قلت لكا نقبل برضو في التعليقات spielt كهذلكuuuu قدم ندوديها هنا عشان ندفيها مثلا او انخذها سخنة شوية وغير كده كمان في واحدة برضو زي الشكل ده موجودة في المستشفى ده الشكل اللي احنا جبناه لكن لو دخلنا المستشفى كده شوية عند المكان ده هنلاقي الشكل التاني اللي هو ده هما الاتنين برضو نفس الفكرة يعني هما الاتنين بنحطهم في الببرونة دي يعني هنه نقدر نملي بها الببرونة وهوه وده انتوا شايفين يعني دي عندنا كده ببرونة فضية وكده بنملاهم وبس كده أصلا نهاية الفيديو تماماً الفيديو كون عجبك ولو عجبك باضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة ولو عندكو اي اقتراحات يكتبوها اللي تحت في التعليقات وبس كده شوكم في الفيديو الجاي سلام